وشاهدوا يشوف تيفيات بارك الله عليكم في هاد البت المباشر مباشرة من عاصمة ترح تحية طيبة لجميع المتتبعين انتبنا وشاء الله يكون كل شي بخير اول حاجة هنيئا لنا يعني اه اليوم اه كما ايما اعرفو اول مرة منذ بداية ارتفاع الحالة في المغرب المغرب كي سجل صفر حالة وفاة لحمد لله هاد شي كيفرح بزاف لانه فكما كي يتوفى شي واحد يعني صراحة يعني نفسي هي ديانا كتأزام وضع الحملي يتوفى وضع الحم جميع الضحايا ديال هاد فيروس اللاعين اللي باغت العالم كامل كما كتشوفوها ديال بقريبها دايزا سنة يعني في هاد الشهر هادا كم منها عام وشي وشيامات بهذا المعنى هادا. اذا اخوتي اخواتي الموضوع ديالنا في هاد داداشة الليلية اه يعني كما كتا عارفو اه وهاد القادية اللي غالي نذكرها ديال الغش خصوصا في الملابس. والغش ما كانش غير في الملابس. كان في مجموعة ديال ديال الامور ولكن انا اختارت الملابس محيطاش اه حاجة اللي رائجة وغالي نعطي مجموعة ديال ديال المعطايات باش لانسان يحضير راسه ويعرف علامة اه يتقدى. بالنسبة الناس اللي ما كان الناس اللي تبارك الله عليهم كيف يفهموا في الملابس. وكان الناس على اللي ما كيف فهموش لايحسي اللي واحد. بهذا المعنى. اذا اه اه بعض المرات كتفشي كتشري شي حاجة لماركة. وكما كتعرفوك الماركات المقلادة يعني مات متفرقش بينها وبين الماركة الاصلية. وكتشي عند عند صاحب محال ولا he or anything واحد اللي يبيع الملابس. الملابس كما كنقولو حناية الجديدة. كيبيع لك اه داك الشي بالتامان ديال الماركة الاصلية. مثلا الى السبادرين مثلا احنا اه في مدينة وجدة. كان عندنا واحد لو قطار ايج انهم اه واحد اللي مارك اه اللي مثلا اذو ايرماكس نايك في في السبادرين. كانوا كيديرو الف درهم الف خمسمائة درهم تسعمائة درهم. اه مهم. كل مرة على حساب تخرج ماركة. وكات وكاته اه كيكون زي التامان ديالها. من نسبة الله كانت الناس واحد الوقتها متبع بلي بيرسيون. كيقول لك هاده اتشهره خرجت واحد الماركة جديدة ديال. هي السبادرين هي نفس شكل كل شي ولكن كيكون هذا كشيف الالوان مختلف ولا ولا والناس كانت واحد الوقتها يعني متبع هاد شي وكان الناس اللي باقيين اه لحد الساعة يعني مبليين بهذا الشي نتعلي السبادرين البرومية وهذا. كانوا شي دراري اللي تبارك الله عليهم كانوا كيف يفهموا يعني كشتل السبادرين كيف يفيري فيها الخياطة هادي 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 كيقول لك هادي واش برومية ولا دوزيام. وكانوا هادوك الناس نفسهم اللي كيبيعوا هاديك السبادرين البرومية دائرين واحدة دوزيام يعني مقلادة بواحد تقليد اللي يعني خاطر ما تقدرش تعرف بتفرق بينها وبين الاصلية. وكيجيش واحد المسكن اللي ما ما كيفهمش ولا وكيبيح حلو بنفس التامان ديال هاديك الاماركة الاصلية يعني كما كنقول احنا برومية شوى يعني اللي دور يجين اللي يجي اياه من الشركة اللي دارة واحدة اه غالي وكييمشي مسكن حتى كتلا خامعة شي واحد كيقولوا اوش حاخذيها تسبادرين كيقول له كلا هادي كيقول له اصعب هادي راما ماشي برومية هنا كي يحسب راسوب هذيك الشمتاء وصافي كي يكره كتولي كترجع ما ما كدرش قاعد تيقاف المحلات منتع الملابس وكان شي ناس اللي اشتم انا كيفضلوا انه كيمشيو الماغازان اللي كاتبية هذيك الماركة ولا ارجع قاع ولا كييبغيشي سبادرين اللي برومية اللي هذي كي يعيقل الاصحابه في الخارج ولا هذي وكيمشي يشريوها له بالتامان اللي 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 وخاء غالي بززاف ولكن كيقول لك اخوي الله ما شريها برومية ولا يشمتوا واني يوضحكوا عليها وكعارفين بنام كيكيكي كتشفى ذيك الانسان باللي انه بعدك واحد الحاجة واللي هي اصلا رخيصة راها كتحسب واحد شمتها انايا هذي قصة وقعت لي انايا واحد سيد نعرفوه مزيان وبعد المرة راحت المعريفة اخوتي راها صعيبة بزاف هذيك المعريفة وكيقات زائدة كتخلي هذك اللي كتعرفو كيعرفك هو اللي شمتك هو اللي يضحك عليك انه منها غا تكتش ماريش قدر تدير معه شي حاجة ولا هذي ولا خديت واحد كنخصني تليفون خديت واحد مشيت عندي واحد سيد وكتبغي شي تليفون يعني اللي مزيان كما كان قولو احنايا فيه كاميرا مزيانة وفيه يعني لقاليتي مزوينة على حساب اللي لايف ودك شيك كما كتعرفو احنا الخدمة دياننا يعني كصحفيين كاتبغيت سيرتوه في اللايف اما قاعوا الروبورتاج كاتتصوره بالكاميرا في اللايف كاتباش يخرج صور زوينة باش المتتبع انه يشوف مزيان ما يبلوش هذك الشي الفلوس الفلو انا كان عندي مشكل ديال في التليفون الاول كان عندي كايدلي الفلو بزاف وبعض المرة كايد الصورة كانت تقطع قلت انا يا ناخد شي تليفون ما كاش عندي الفلوس هاد السيد هذا لا يجازيه باخر واخر دحك عليها ولكن دحكي على رأسه قال لي ما شي مشكل قال لي هوا اخد تليفون كل مرة تعطيني شوية لما كاتعرفو الظروف العائلية انسان عنده مسؤولية عنده هادي عنده هادي عنده هادي ما هذا يقدر يشري تليفون حسب لي هذك تليفون بالف وثمانمية دلع تليفون صار عجبني عجبني لكاليتين تاع الكاميرا اه مزيان هذي هذي لا يسخر صافي بقيت كنعطيلو انايا بالاخر ضربت انا اسبوع وهذاك شوف ربي كي بغير يفضح يا اخوتي ضربت اسبوع بهذاك التليفون بدك يدلي واحد اللعبات في فليماش بحال واحد الخطوط تصلت به قلت لو ادي اخويا هادي التليفون راح فيه مشكل اشنو كين اشنو كين اشنو كين اشنو كين هو هاديك سيد ما بقاش عنده وقعلي محال ديال التليفون صافي قل لي اودينا انا قل لي مشكلة مع ذاك الشريك ولا انا قل لي نقل لي وكذا هذي قل لي اخويا قل لي ندبر لك تليفون زي من نفس التامان وكالي يتين تعلى كاميرا بزيانة وهذه 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 ديباني بهذا اخويا قضي به والحسن لحد انه عندي تليفون لاخور ديالي باقي ليه قلت له صافي ما شي مشكلة اخويا اللي اغا تجيب لي التليفون لاخور نجيب لك المسائل ونكمل لك الامانة ديالك بقينا هاكك بقيت انا كن جريم وراه واللي حسن الحد انه هو انا عطي غي واحد لفون صغير باش تشوفو يعني ربك كي يبغي ينصل لواحد فلوس الحلال كما قاقلو الحمدولي الله اذا شنو غادي يوقع انا كن جريم وراه شي مدة شهرين اخوتي قال والسلام عليكم فلان الله يخليك تليفون عاتني قال والسلام عليكم الله يخليك تليفون بقيت هاكك واحد نهارات غي صدفة وانا نتلقى مع الشركة اللي اه كاتبع هاداك التليفون مشيت عند اذيك السيارة مكتوبة فيها اسم الشركة بلا ما نذكرها سلام عليكم سلام عليكم وكان عقل والله هلا في عيد المرأة كنا دارين روبرتاج مع واحد باقي عديل الظهور والحساب عيد عيد المرأة ليويت مارس مشيت عند اكسيس اللي متحرية كتلو تبرك عليك اخويا وكتلو الله يخليك مارك ديالكمuria المعارة لدي ها manius قال اللي اتهي من عند اكل اهل تبقى لدي له انا نصابه ها drawing هذا التليفون جديد. لقد اخذته بونا اوكازيون. قلت له اخويا سيقول لك هذا التليفون شحال داير. قل لي اخويا هذي شحال جديد كان داير الف وثمانمائة درهم. سمعوني مزيان. ودابا راهم دايرين الف واربعمائة وخمسين درهم. وانا شريته على هذا السيد بونا اوكازيون بالف وثمانمائة درهم. وتم الله اخوتي طلعت معي بحث السخفة. واللحمدية اللي تشوك وما دخلت ليش للرأس. كيف الزعمة هذا السيد هذا؟ لانا درت النية وهذه وهذه وهذه. ومن بعد صدقي يعني هو تدارك الامر وقال لك لا انا قلت لي شريته شريته وتابعا غالي وهذه 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 وهذه. اه مهم بجموعة الامور وانا ما كدبش عليكم اخذي الدرس. انه مرة اخرى قبل ما نشري شيء حاجة. نمشي نشري شيء حاجة مثلا. سيتو بونا اوكازيون اخوتي. كنت بغيت شري شيء حاجة بونا اوكازيون. سيسول عليها في جديد حال دايرة. سيسول عليها في جديد حال دايرة. عاد نمشي. وياما احسن اخويا جمع فليستك وشري حاجة جديدة. بلا قارنتي ديالها حتى يوقع فيها شيء عطاب ولا شيء مشكل. ما غاليش كما نقول احنا ايات تحز تحس بها ديك اللعبان تعترجع عنده ويقولك لا ما عندي من دي لكل اخويا ولا هذي. انه كتتعامل مع شخص داتي. مش هي كتتعامل مع واحد شركة. حuity لك هي حكومةة symptoms اتحميم وترك رونيس كل خاص به في وجهية احدا لم اعتمد كتب ويبنوا همكانيةؤلية مثلا تbase عن الاقتصاد بيجميع. اتحمي في مترجعة女هيات كش eine قارنة. اعطيت لكم على مزيد قوة يتحمل مع تتخب. интересно. هذه القضية حسبة!!!!!! و هذا يجب أن يشري شيئاً خصوصاً إذا كانت ماركة لا يمشيش يشوف شيئاً يفهم إذا اذهب لك سوف يقول بك سوف يستطيع أن تحت فلوسك و يستطيع أن أريك تشيرت و هل يجب أن تتحرك والذهاب يجب أن تتحرك وله يجب أن تتنظر والذهاب و الناس تتخلف و تستطيع ان تتوقص و ليس حيث و لقد يجب أن تجد فترنت يجب أن يبهج و يرشاك و يتقطع مجموعة على الأمر ولكن المارك الذي يكون في المارك يجب أن يضعها في الحوايج في الماركة و يجب أن تجد بياسات جديدة لأن الماركة في المارك يجب أن تصبنه فهم من الماركة أو تلبسها وتعودها و تضعها وتقادلها تضعها تبقى جديدة لماذا أضعنا الأخوان الذين يرجعون و يتحركوا و سأخبركم و أخبركم أنه غش من نوع آخر و هذه الماركة و أنا أخبرتها في مدينة الناظر و أخبرتها و قلت عيش في الضال بيضاء و مدة أربع سنوات و قلتها و قلتها و ماذا ستوقع كانت سيدة و أخبرتها محل الماركة الجديدة و قلتها و قلتها و قلتها و القلتها لا جنة قلتها و ت pess و ماذا ستوقع؟ انا اتمنى ان ان اتصل الى الوجداء كانت واحد اللي وقيتها في النظر كانت دخلت بمال الكسوة ديال البال وهذه يكونوا دي بي اس اللي يزويني صراحة احنا قاع اولاد باب الله كما نقول احنا مرة تشري جديد مرة تبلغ شي حاجة اللي كان يطيف في البال بعد مرة كيجيو بلي بسراول وهذه بلايك ديالهم يعني اجداد ما عرف كيجيو بلدوزه ما نعرف انا انا مشينا واحد البلاسة وكان انا العائلة الوليدة ديالي واحد الاخت كده وكما كتعرفون الاسم بليين بهذا الشي نطع البال وكان واحد السوقت ما في النظر كل حد يتبع في كي يكونوا الفراشة وهذو اللي يبيعوا هات الشي القديم والله اخوتي له لقيت هاد السيدة هذي وهاد السيدة خطيرة جدا كتفهم في المارك كتشي لنظر وكتشي لهذا السوق وكتحلي وكتشي Why وتشوف كسيوات التعنيسة كده هدي وكتديهم القازة وكتحددهم وكتعلقهم بلايك وكتبيحهم بالتعمة تخيلوا معي الراء اغلب الاغنياء اللي عندهم الفلوس اللي كي يعشقوا الماركة والله العظمي لكي اللي بسو غني من البال كيمشي شريها مقازان كبيرة وهي مشريه من البال وتقدت كما نقول تقدت في الدقريسات ومدرت لها البرفين ومع ذلك كان يمكن تسكني ذلك وكان دي تيكي وكان في معامل كانت مجموعة الأمور كانت ترخيرها وكانت تسكني ذلك وكانت تسكني ذلك يعني الإنسان يأخذ الاحتياط وهذا الموضوع ويمكن هذا الموضوع لم يشير له كما نقول نحن حاولت نشير لهذا الموضوع لأنه اليوم واحد صديق ديالي وقع له هذه المشكلة لماذا قررت أن ننذر إليه لم يكن يتضار عندما قررت أياه أننا قلت قلت أنا قلت تبقى وقالت معي بقيت كافيا وقلت وقلت له او كتبلم كاي مزيان قلت له اخوها بريد ان اتخذ لتحرك كليا وانتخدم الى خرجات وكيفية سكره وقلت له ارسال تعريفة لتحرك لها بحسب الريجيم في امور الصحة وقلت له اخوها بريد ان اتتخذ مليا وقلت له وقلت لنشري شيئتوني وفعله لتحرك للمشاهدة مع رسالة وقال لي بأهداف أن أريد أن أشروع أي شيء جيد جيدا لقد عملتني لقد قلتني بها وقلت لبسها مرة تلاتة وستقطع لها قال لي لقد مشيت وعندما يوجد أحد سيد في السوق الوافل لاني بلما نذكر كما نقول قال لي مشيت وشرت لها التوني وهذه وهذه هو كيف يفهم في لمارك قال لي وما في ريفيت وقلت لها التوني جيد وقلت لي وقلت له و أعطيها 1500 لها أخي قل لي غي خلصتو هادي قل لي دابا هاراني جيت للكافي قل لي غير على ربيك نفيري في قل لي أخويا لقيته الدوز يام شو قال لي حرام قل لي دركه شنو نولي نشوه ولا شنو قلت له أخويا غلي ترجع عنده ويرجع لك فلوسك صافي قلت له لما رجع لك فلوسك قلت له أنا مستعد نصور مع أخويا ونفضحوها قلت له وحدة المحل تيهل ومشيت معه أنا يا وقدرنا مع السيد وقع لي اسمح لي أخويا وهذاك سيد ستقي عرفني 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 مزيان ما احنا نك عارفين صاحب إعلام معروفين هنا في وجه كنسي ناس مكان عفهم شو ما كان عارفوني وقلت له شو ما هاد شي هذا قال لي أخويا والله لا غي غلط وكتا وهذه ومنا ما عرفت هنا وش غلط ولا ولا دالها بالعاني لأنه وقينا هادك برمي شو محطوط نفس التونين ونفس الكولير ولكن هو برمي قال لي ها هو أخويا دياله قال لي باش ما تقولش قال لي باش نعطي له أخويا سمح لي وقا يسلم له على راسو كده وهذه ورجع له وربع مياد درهم وسيد والناس مسكين قالوا لأخويا غديها قالوا غمر راح وراح دير راسك وهذه واجهنا غاديه إذن مشاهدي شوف تيفي نتمنى أنه تاخدوا الحيطة والحاضر ديالكم الله يجازي يكون باخير باش لإنسان ما يتحش شي مشكلة وكان ولاد الحرام بززاف هذا المعنى إذن شكرا جزيلا على التتبع وما تنسوش تبارتاجي هذا الليف لأنه مهم جدا وستفدنا مع بعضياتنا ونحن لا زالت الحياة كنتمشى وكان نستفدون يعني من التجارب أنا كنحاول دائما من تجارب ديال المجتمعية وبعد التجارب اللي كان نعيشها مع الأصدقاء ديالي كان نحاول نتقاسمها معاكم ونحاول كما كان نقول إحناين نوصلكم دي ميساج ونصائح إذن تحياتي وتبارك الله عليكم